الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتحمل مصر التزديد حصة المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في منظمة تنمية المرأة وعددها 22 دولة سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود استضافة مصر للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو المقبل والتي ستشهد تسلم مصر لرئاسة المؤتمر الوزاري لمدة عامين قادمين وقد وجه الرئيس بالاستعداد الجيد لاستضافة المؤتمر والذي يرسخ من دور مصر في مجال تمكين المرأة